تتصاعد التوترات في تركيا بعد الحملة الجوية التي أطلقتها أنقرة تحت شعار الحرب على الإرهاب أقبل هجوم الذي وقع في مدينة سوروتش جنوب تركيا في العشرين من الشهر الماضي فقد هزت سلسلة هجمات مناطق متفرقة استهدفت قوات الأمن التركية وأسفرت عن سقوط ثمانية قتل على الأقل وجاء أحدث الهجمات في اسطنبول الاثنين فقد فتحت امرأتان النار على مبنى القصريات الأمريكية في حي استينيا الهادئ في ضواحي اسطنبول وشنت القوات الأمنية على الأثر عمليات ملاحقة حيث اعتقلت إحدى المرأتين في وقت لاحق بعد إصابتها حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية التركية سارعة إلى تبني الاعتداء أعلن في بيان أن اسم المرأة المعتقلة هاتيس أسيك واعتبر أن الولايات المتحدة عدو لدود لشعوب الشرق الأوسط وتصنف الولايات المتحدة وتركيا الجبهة على أنها منظمة إرهابية في منطقة أخرى من اسطنبول استادف هجوم بسيارة مفخخة يشتبه بأنه انتحاري مركزا للشرطة أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ورجال الشرطة وقال مكتب حكم اسطنبول أن أحد المهاجمين قتل خلال التفجير في حين لقي اثنان آخران وضابط شرطة حدفهم في تبادل لإطلاق النار لاحقا وفي موازات ذلك وقعت حوادث مماثلة منها محافظة شيرناك الحدودية مع سوريا والعراق استادفت عناصر من الشرطة ونصبت إلى حزب العمال الكردستاني وفي حادث منفصل قتل جندي تركي في هجوم بقذيفة صواريخ شنهم متمردون أكراد واستهدف طوافة عسكرية أثناء نقلها عسكريين إلى أقليم بيت شباب في شيرناك ما أدى إلى عمليات عسكرية أطلقها الجيش التركي وبدأ الطوافات كبرى باستهداف المنطقة الواقع أن التصعيد بدأ بعد أن رأى حزب العمال الكردستاني أن الغارات التركية الكثيفة تستهدف مواقعه في تركيا والعراق والسوريا وتهدف وحسب مقال شاميل بييك أحد قادة الحزب إلى تأمين الحماية لتنظيم داعش على حساب القضاء على المقاتلين الأكراد الذين سبق وحققوا انتصارات على ذلك التنظيم في سوريا والعراق تركيا كانت أعلنت أن حملتها تستهدف في الوقت ذاته تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني في تركيا وشمال العراق إلا أنها شملت أيضا في مداهمتها في اسطنبول ومدن أخرى عناصر من حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية التركية واعتقلت منذ نهاية الشهر الماضي أكثر من 1300 شخص قالت إنهم عناصر من العمال الكردستاني وتحرير الشعبي الثوري وتنظيم الدولة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر